ففيه أحلام زي ما حدريك بتقولي كده أحلام اللي انشغل بيوم السابق فأنا مثلا كنت بذاكر نمت بأحلم بالدرس اللي أنا كنت بذاكره أو أن أنا بمتحن أم أن أنا مشوفين لا ده أحلام المتحنات هقولها لحضرتك دي قصة تانية لكن حلمت أننا الحاجات اللي كنت بذاكرها الدرس اللي كنت بذاكره وصحيت أنا فاهم الحتة اللي كتوقفة قدامي وحافظ الدرس أحسن من الأول لأنه ده بحصل أثناء النوم يعني الميموري بتحفظ المعلومة بصورة أكبر وشفرة القرنة بتتكون أثناء النوم فعشان كده احنا دايما نقول للطلبة نام بالزبط ما تقعدش تتفرج على فيلم لأنك هتحلم بالفيلم مش هتحلم بالمذاكرة لكن لو حلمت بالمذاكرة فأنت بتسحى بتأسسه وبتسبت المعلومة هتسحى فاكر المذاكرة كويس قوي والمعلومة سابتة جواك فده حلم بين شغلات يوم السابق في حلم تاني بنسميه حلم إجباع بيولوجي فحد نايم وهو جعان فيحلم أنه فيه مفتوح وبياكل ولعابه يسيل ويصحى من النوم يلاقي نفسه لعابه سيل عشان كده بنقول الجعان بيحلم بسوق العيش ايوة صح ده حقيقي ده فعلا ده منطقة لأن ده حلم بيلاب احتياج بيولوجي ايوة أو حد عايز يدخل الحمام وهو نايم دي وحشة دي فيحلم أنه دخل الحمام فعلا ويصحى من النوم يلاقي نفسه وعمل على نفسه أو الأحلام الجنسية اللي فيها الاحتلام فهو يحلم حلم جنسي ويصحى يلاقي نفسه فعلا حصل قصف وتمت العملية الجنسية دي بنسميه أحلام بتفرغ الاحتياج البيولوجي فيه أحلام تانية زي واحد وعد ابنه أنه هيجيب له عجلة فالولد طولي اللي العمال يحلم بالعجلة لدرجة أنه نايم بيحلم بيها وصاحب يحلم بيها ده رغبات بقى فحلم بيحقق رغبة لسه إيه مجاتش وفيه حلم بيحافظ على النوم فإحنا سمعين دوشة حوالينا فالمفروض الدوشة دي تصحيني فأنا أدخل الدوشة في الحلم واحلم بيها في الحلم أيوة وأنا نايم زي مثلا الاحتياج البيولوجي زي ما قلناه في حكاية التباول عشان أحافظ على النوم وما قمش فيحلم أنه دخل حمام ويعمل على نفسه هو ألام عشان يحافظ على النوم برضو بنفس الطريقة فعندنا أحلام بتحافظ على النوم وعندنا أحلام بتلبح تياج بيولوجي وعندنا أحلام بتحقق رغبات